أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات يوم الثلاثاء نظام الإعلام الإلكتروني الذي ينظم لأول مرة ينظم الأنشطة الإعلامية بما فيها المواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية وهمة وينص التشريع الجديد على أن كل من يقوم بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يحصل على رخصة حكومية وتستهدف هذه القوانين حسابات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يستخدمون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات